وللمزيد أيضا من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور عبد المنعم سعيد رئيس الهيئة الاستشارية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية وعضو مجلس أشيخ دكتور عبد المنعم أهلا بحضرتك معنا في هذه الأجواء الانتخابية وهذا المشهد المشرف لمصر مشاركة كبيرة وقتل تصويتية في جميع المقارات الانتخابية عبر دول العالم ما هي الرسائل التي تبعث بها هذه الصورة الحضرية أمام العالم بسراحة أنا مش عارف لسه الرسائل الرسائل حبا بعدين لما نبتدي إن شاء الله نستكمل العملية الانتخابية في مصر إنما الجزء اللي هو موجود في الخارج فإحنا بنعرفه منكم من الإعلاميين إن فيه إقبال جيد من الجاليات المصرية أنا بحكم سفري وكده أعرف إن المصريين في الخارج بيبقوا توقعين لكل الأخبار اللي بتبقى موجودة في مصر وإذا كان هناك إمكانية للمشاركة يبقى شيء عظيم لذلك أنا أمكن أن ننتهز الفرصة وأقول يا ريت نراجع حكاية التصويت للمصريين على الطريق البريد لأنه فيه كثير من الدول الخارجية يوجد فيها المصريين في مناطق بعيدة عن المناطق اللي فيها القنصليات وفيها السفارات وبيبقى عندهم رغبة كبيرة في المشاركة المصري ربما يعني مش حاولي يفوق ما عندناش يعني دراسات علمية على ده إنما المشاهدة المباشرة تقول ان ارتباطه بأحداث الوطن ارتباط غير عادي وأعتقد في خلال المرحلة اللي احنا فيها المعارضة حيكون فوق العادي لأنه عندنا نوع من الاختبار جاري في العملية الانتخابية سواء لأنه حيبقى فيه فترة رئاسية جديدة إنه فيه فترة أزمة إقليمية حادة إنه فيه أيضا يعني الإنجازات اللي عملتها مصر وما تلقى مصر من تحديات في نفس الوقت كل هذه الأمور بتخلي المصريين مرتبطين أوي بالأحداث الجارية في مصر بالطبع إن الصوت زي ما بنقول دايما هو الصوت أمانة وبالتالي لحظة في هذه الثلاثة أيام هو حرص يعني كل مواطن موجود على أرض دولة على التوجه نحو صناديق الاقتراع حتى لو كانت المسافات بعيدة حتى لو كان فيه عاصفة سلجية حتى لو كانت درجة الحرارة تحت الصفر الأي مدى يعني يؤثر ذلك على المشهد الانتخابي بشكل عام يعني بصراحة شديدة جدا أنهنا سيؤثر عليها لما نعرف نتائج هذا الوقت يعني ما عندنا الأرقام بمعنى ما عندنا الأرقام اللي بتقول عدد الذين شاركوا بالفعل بالنسبة للعدد المسجلين وبعدين نقارن هل المسجلين دول يستوعبوا كل الجاليات المصرية أنا أعتقد أن المشاهد المصورة تؤكد على أنه فيه إقبال لكن أنا كباحث علمي لابد أننا لازم أعجل لغاية ما تبقى المعرفة كاملة طيب يعني بالتأكيد كان للهيئة الوطنية للانتخابات دور كبير في المساهمة في هذا المشهد الانتخابي وهذا الأقبال الذي نشاهده عبر الشاشات وهو يعني التسهيلات الخاصة بضوابط وقواعد الانتخاب وأيضا التنصيق مع كافة السفرات والقنصليات عبر الأدوات التقنية الجديدة لمتابعة العملية الانتخابية وتزليل الصعاب أول من بأول كيف تقرأ الاهتمام من جنب الهيئة الوطنية للانتخابات وأيضا المساعدة وتزليل العقبات لحظة بلحظة أمام أي سفارة أو أي مقار انتخابي يعني مصر بلد فيها مؤسسات اللي هي العمل الانتخابية للانتخابات بها مؤسسة من مؤسسات التسطور المصري والقانون المصري وما تقوم به من جود يتفق ما هي مفوضة بالعمل فيه وأعتقد أنها تقوم بواجبها على أكمل وكي تجعل هذه العملية سالسة وسريعة وتستطيع أن تؤتي بالنتائج بشكل يعني يفيد الجزء القادم اللي هو عندما تنتخل العملية إلى هنا في مصر إلى أرض الوطن نعم يعني فكريا واستراتيجيا هل الجهود المصرية التي أقامتها وزارة الخارجية وأيضا وزارة الهجرة من المبادرات ومن لقاءات مع الجاليات المصرية وأبناء المصريين في الخارج في الفترات السابقة ساهمت بشكل أو بآخر في هذا المشهد وساهمت في هذا الوعي الانتخابي يعني شراحة جديدة جدا أن هذا الموضوع الدقيق الجهود اللي عملتها وزارة الخارجية أنا أعرف أن في كل الأوقات وزارة الخارجية بتقوم بجهود كبيرة لتسهيل عمل المصريين بالطبيعة هذه مناسبة خاصة أنها تقوم بواجب كبير فإحنا سعداء في مقامة بوزارة الخارجية نعم العدوان الإسرائيلي على غزة والجهود المصرية ليس فقط من مساعدات إغاثية والوقوف بجانب القضية الفلسطينية والوصول إلى هدنة يعني بالطبع كان الموقف المصري حازم وحازم في هذا المشهد في غزة هل ألقى بزلاله على إصرار المواطنين المصريين في الخارج على المشاركة في التصويت للالتفاف حول الدولة؟ يعني أكيد أكيد ده شيء منطقي عندما تكون هناك أزمة وخطر يتعرض له الوطن المصري يعني من خبرة وجود الوجود في الخارج لاتصال بالدليات المصرية المختلفة لا يعني بالفعل بيبقى في مثل هذه الأمور بيبقى فيه نوع من نقدر قول بتنخلق القلوب على إيه اللي حاصل يمكن يؤدي إلى إيه يبقى فيه تمنان من القرارات المصرية المتتابعة لكن يظل الناس تعلم بعضها البعض بما يحدث طبعا بيبقى فيه مقارنة مع إقاع الحدث نفسه في البلد الذي يوجد فيه الجالية كل دوت يعني بيبقى طبعا بيبقى لحظة خاصة جدا لحظة تكون أزمة ويكون عليها مثل هذا الرد الرشيد يعني كراءة في ردود أفعال والمشهد لدى مراكز صنع القرار الغربية وأيضا المنظمات الحقوقية بالنسبة لما يحدث في مصر من تطور لعملية الإدلاق بالأصوات لضبط العملية الانتخابية لضوابط الدعاية الانتخابية للتنصيق مع كافة السفرات بهذا الشكل السؤال إيه؟ نعم يعني كنت أحدث حضرتك دكتور عبد المنعم عن يعني هل رصد أنا سمعتك أنا سمعتك نعم هل رصد يعني ما يعني تحدثت به دوائر صنع القرار الغربية أو المنظمات الحقوقية عن هذا المشهد الانتخابي في مصر لا هو طبعا العلم الآن مجهول بأزمتين كبار اللي هي الأزمة الأوكرانية وأزمة غزة الشيء المرصود بقوة هو موقف الرشيد كما ذكرت والحكيم للإدارة المصرية لهذه الأزمة المشهد الانتخابي يعني في حدود ما أقرأ هناك القليل كدا من المتابعة الإخبارية فيه الجمعيات الحقوقية بصراحة جديدة جدا أنا لو تابعها كثيرا يعني إلا لما يكون هناك في شيء يؤثر في سياسات دولة زي الولايات المتحدة أو عيرو وأعتقد أنهم يعني أيضا يدركون حاليا أن ربما يكون المرحلة دي في وقت أزمة ممكن أن تمس مصر بالسوء إذا ما استمرت بيبقى هو ده المتابعة إنما للعملية الانتخابية جائز يعني إنما أنا شخصيا لم ألحظ وجود لا تعليقات أو غيره وأنا ليس لدي حساب على الفيسبوك فلا أعرف ماذا يفعلونه في أدوات التواصل الاجتماعي نعم أشكرك شكرا جزيلا الدكتور عبد المنعم سعيد رئيس الهيئة الاستشارية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية وعضو مجلس أشيوخ